ما هي الأعداد النسبية؟ الأعداد النسبية هي توسعة للأعداد الصحيحة والأعداد الصحيحة أيضاً كانت توسعة للأعداد الكلية والأعداد الكلية أيضاً كانت توسعة للأعداد الطبيعية أستاذ ما هي هذه الأعداد؟ سوف أوضحها بهذا المخطط لاحظ عزيزي الطالب هذا هو مخطط الأعداد في البدء كنا أعداد طبيعية هذه الأعداد الطبيعية رمزها رمز N وتبدأ بالواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة إلى المالة نهاية هذه هي الأعداد الطبيعية ثم وسعنا هذه الأعداد إلى الأعداد الكلية هذه هي الأعداد الكلية ويرمز لها بالرمز W بإضافة الرقم صفر إلى هذه الأعداد إذن هذه الأعداد الكلية باللون الأصفر هي توسعة للأعداد الطبيعية والأعداد الطبيعية مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الكلية W كما واضح في المخطط ثم وسعنا هذه الأعداد الكلية W إلى مجموعة الأعداد الصحيحة لماذا هذه التوسعة؟ بسبب الحاجة إلى هذه الأعداد نحتاج أعداد سالبة نحتاجها في الحياة درجات الحرارة من خفاض وارتفاع في مستوى سطح البحر الربح والخسارة يعبرنا عن الخسارة بالنغاتف إذن توسعة هي بسبب الحاجة إذا هذه الأعداد نحن لدينا الأعداد الكلية الصفر والأعداد الموجبة أضفنا لها الأعداد السالبة فأصبحت الأعداد الصحيحة ورمزها Z هي توسعة للأعداد الكلية هذه الأعداد الصحيحة عزيز الطالب لاحظ ورمزها رمز Z تتكون من الصفر والأعداد الموجبة والأعداد السالبة إذن هذا هو Z هو توسعة إلى مجموعة الأعداد الكلية إذن مجموعة الأعداد الكلية مجموعة جزئية من Z وكذلك وسعنا الأعداد الصحيحة إلى مجموعة الأعداد النسبية بسبب الحاجة إلى بعض الأعداد الكسرية والعشرية نحتاج في الأسواق في الأوزان مثلاً ربع كيلو، نص كيلو، ثلاثة أرباع الكيلو محل الأقمشة، نص مترة، ربع مترة، ثلاثة أرباع المترة هذه كانت ليست أعداد صحيحة فإحتاجنا إلى هذه الأعداد وندخلها إلى الأعداد الصحيحة ونوسعها لكي تشمل أكثر عدد من هذه الأعداد لذلك تكونت لدينا الأعداد النسبية من كلمة نسبية هي عبارة عن كسر وهي توسع للأعداد الصحيحة إذن الأعداد الصحيحة أيضاً هي أعداد نسبية؟ نعم، أيضاً هي أعداد نسبية كيف ذلك يا أستاذ؟ الأعداد النسبية توجد ديها قاعدة هو أي عدد يمكن كتابته بشكل كسر أي علبي إذن هذا العدد يسمى عدد نسبي حتى الأعداد الصحيحة مثلاً الصفر نستطيع كتابته صفر على واحد ثلاثة، ثلاثة على واحد سالب خمسة، سالب خمسة على واحد وكذلك الأعداد العشرية واحد بوينت خمسة نستطيع كتابتها خمس طعش على عشرة أي عدد يمكن كتابتها بصورة كسر أي علبي؟ الأي والبي، الأي يسمى البسط والبي يسمى المقام الأي والبي هي أعداد تنتمي إلى الأعداد الصحيحة ولكن البي ما عدد صفر لأن لا يجوز أن يكون صفر في المقام فيكون الناتج كمية غير معرفة إذن هذا لاحظ المخطط عزيز الطالب ترجمة نانسي قنقر